السلام عليكم المنظمات بتقول ستمائة ألف عمر أديب إحنا مستضيفين تسعة ملايين لاجئ أشكو علق الإعلامي عمر أديب على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي والتي كشف فيها أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ نحو تسعة ملايين لاجئ يكلفون الدولة نحو عشر مليارات ديولار سنويا وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية نم بي سي مصر مساء الاثنين إن هذه الأرقام أثارت حفظة المواطنين وأضاف العدد لأي قاله الرئيس الوزراء خلال الناس تقول بتصرف عليهم عشر مليار ديولار سنويا وبتقطع علينا الكهرباء عشر مليار ديولار في السنة وأشار إلى أن عدد اللاجئين في مصر المسجلين في المنظمات الدولية يصل إلى ستمائة ألف لاجئ فقط مناشد مجلسا وباستدعاء المسؤولين عن الملف لتحديد العدد على وجه الدقة والتكلفة التي تتكبدها الدولة المصرية ولفت أديب إلى أن هناك فارقا بين اللاجئين والأجانب المقيمين متابعة في فرق بين الأجانب وبين اللاجئين يعني أنا روحت عشت في دبي سنتين أبقى لاجئ وتابع مفيش أي جهة دولية معترفة بعدد اللاجئين الحقيقيين في مصر رقم 9 مليون الأجائق رقم مرعب مش موجود في حتى مشيرا إلى أن هناك فجوة غير طبيعيات بين عدد اللاجئين في مصر المسجلين في المنظمات الدولية وعددهم على أرض الواقع دعوات ترحيل اللاجئين من الأراضي المصرية وعن دعوات البعض بترحيل اللاجئين من الأراضي المصرية قال أديب مصر مبتر حلش حد لكن عاوز أفهم أصل المشكلة والحكاية هل إحنا مستضيفين 9 مليون لاجئ أشكوا ولو ده حقيقي يجب أن تعلم الجهات الدولية ذلك وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم